وحادث مقتل شرطي المرور هشام بورزا والتمثيل بجثته لا يزال يشغل بالرأي العام تصفية الضحية الذي يعمل بحي الرحمة بإقليم النواصر بتلك الطريقة أثارت غضب وحزن عائلته وزملائه فيما الأبحاث ما تزال جارية من قبل مختلف الأجهزة الأمنية لتحديد الجهة التي تقف وراء اقتراف هذه الجريمة البشعة حسن لحمدي وإبراهيم حبوب الكل يتساءل من قتل هشام بورزا ولماذا تم حرق جتته بتلك الطريقة البشعة صور الضحية أهزت مشاعر أقاربه والرأي العامي كذلك ولدي ما دارتاش حاجة لي ما تعجبش ولدي ما دارتاش حاجة لي غادي نقولي تساهلها وحرقوا لي يا ولدي وشقهوه ولاحوا تصوروا في التليفونات أنا ما شايفه والوع كانت سمع ابن هدم كيضحك لي على ولدي وقد أحبوه وشاب دينه ألا أشي شو قولي يا ولدي محروق أولدي ألا أشي شو قولي يا ولدي محروق كل هذا شو قولي يا كل هذا شو قولي يا ولدي اقتاري لي أشجار أولدي أنا بغيت أدلي حرقوه بغيت لمنقاساس اختفاء هشام حرك كل الأجهزة الأمنية في محاولة لتحديد ظروف وملابسات الحادث بعد عملية تمشيط واسعة ومحكمة بين الأمن الوطني والدرك الملكي تم العطور على الجتة داخل قناة للصرف الصحي ضواحي مدينة حدسوالم بعد ذلك تم العطور على سيارته اختفاء هشام وحرق جتته خلف جرحنا غائرا في نفوس ذويه وأقاربي لأن هشام كان رحيما ورؤوفا بوالديه عاقتنا لي معاشي تسعود وتقريبا ونصقك نارينا أبا بليل أتكلم معنا وقال لي يا ببارني غادي أن نعس شوية نتسرح ونجي نشوف كبه في الصبح دير معي باش غادي يمشي معي الدين العربية عندي يقول يابا باش نتبدل شوية جو هنا درس هشام بورزة بحي لساس محمد مستعين رجل تعليم لازل يستحضر شدرات من حياة الفقيد هذه العائلة هذي ديال بورزة الأغلبية ديالهم قرم عندنا في أبو القاسم الزياني واللي كنت كان عرف عليه أنه كان تلميد خلق للأخلاق دياله طيبة كان هو ريادة كيبغي كعزيز عليها الريادة هشام بورزة أبو للطفلين وهو المعيل لوالده دفن بمقبرة الحي بالمقابل تواصل الأجهزة الأمنية أبحاثها للوصول إلى الفاعل أو الفاعلين الحقيقيين الذين قاموا بتصفية المرحوم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر